بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين بالله رب العرش دوما نستعين الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه والسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه والسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه والسلم أدينا دخلين على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة وامرنا ما هننسى التأشيرة لازم هنصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على النبي إما الراضي لقينا واقف مع وعد الصحابة وهو بيتكلم معهم وبيذكرهم بالله وبيعلمهم ويزكيهم صلى الله عليه وسلم وفجأة راحت معدية معد واحد رجل غني وثري ولابس فسي ما شاء الله أباها كده فمعد قدام النبي والصحابة فإذا بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لهم ما تقولون في هذا الرجل عايزوا لهم إيه رأيكم في الرجل دوات فقالوا يا رسال الله حري إن تكلم أن يسمع لو حبي يتكلم كده ويقول أي كلمة الكل ما شاء الله آثان صغير كل سمع وإن نكح أن ينكح لو حبي يتجوز الدنيا كلها تفتح له إيه ببنها وإن شفع أن يشفع لو حبي يخش كده يتوسط في موضوع الدنيا كلها تتمنى تخدمه ده الباشر كبير فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشويتين حبيبي معد رجل فقير ولبس لبس قديم ورجل بسيط كده ومتواضع وماشي من قدام النبي والصحابة صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين فجأة رح نبع عيد نفس السؤال وما تقولون في هذا إيه رأيكو في ده وبقى؟ قالوا حاري إن تكلم ألا يسمع محدش يسمعه خالص وإن شفع ألا يشفع لو حبي يتوسط كده ويرفع سماعة التليفون بعد إيه إذن حضرتك كنا عايزين الخدمة الفلانية إنت مين يا ابني؟ إحنا اللي بيقدم السبت بيلاقي لحد إحنا ناخد منك إيه؟ إيه شي ياخد الرحمة البلاط زي بيقولوا يعني وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح لو حبي يتجاوز محدش يجاوزه بنته يجاوزه مين الفقير ورجل مغلبان ومالوش أي حاجة في الدنيا فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه عايزوا لهم دي ما قايزكم أنتم طب تحر بقى شوفوا منزان الحق سبحانه وتعالى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا ومحدش يفهم من كلامي أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كل فقير أفضل من كل غني طبعا كلام غلط وإلا فالإمام بن القيم في بحث عظيم جدا في عشرات الصفحات في يعني لما كان بكلم في كتاب عدة الصابرين إن أيهما أفضل الغني والشاكر أم الفقير الصابر فكان بقى فيه بقى جدال ويقعد يعرض بقى أشياء عظيمة جدا ومسائل عظيمة فذي مسألة خلصنا من الموضوع ده كله بإيه بإن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ليه قالك لأن الغني الشاكر رجل دخل في محق الاختبار ونجح ربنا اداله فشكر ربنا وطلع زكت مال وصداقات وأكرم الفقراء واليتامة وفضل عابد لله والمال ما فتنوش أما الفقير لسه ما اختبرش فممكن الفقير الصبر دوت لو جينا يعني ادينا له فلوس ممكن يفتن ويفتري ويعصى ربنا فالغني اختبر الغني الشاكر ربنا اختبر ونجح في الاختبار والفقير لم يمتحن أخذ بالك وإن كان بعض أهل العلم بلك والفقير إلى السلامة أقرب إن هو حتى لو حاب يعمل حاجة غلط ما عندهش إمكانات يعملها أصلا أخذ بالك لكن مش كل فقير أحسن من كل غني ولا كل غني أحسن من كل فقير يبقى المطلوب بني إيه إن أكون غني ولا فقير أكون وزير ولا غفير أكون رئيس ولا مرؤوس مطلوب بينك إن أنت تكون عبدي لله لو كنت غني فأنت عبدي لله فقير أنت عبدي لله وزير غفير رئيس مرؤوس في أي وضع أنت عبد لله سبحانه وتعالى كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين في كل مجالات الحياة وكل مناح الحياة لشان كده عنوان درسنا لله دي النبي وموازين العباد صلى الله عليه وآله وسلم يقينا ما فيش حد يعرف قدر العباد ولا موازين العباد إلا رب العباد أنهم سبحانه وتعالى وموازين العباد في الدنيا تختلف تماما عن موازين الآخرة وموازين العباد في قلوب الناس تختلف تماما عن موازين العباد عند رب الناس سبحانه وتعالى يعني الميزان الإنسان في الدنيا في الغالب يعني بس في الغالب بيقاس بإيه بالمال والقوة والجاه والوزارة والوجاهة والحسب والنسب والصيد والسمعة والشهرة وخبالك آه ده مقياس الإنسان في قلوب الناس في هذا الزمان يقولك إلا معه إرش يسوى إرش فلان ده وزير ومن جور السعيد يسعد وخبالك فلان ده مشهور فلما تقرب منه يعني تقدر أن أنت تعمل من وراء أي شغلانة فلان ده فلان ده وهكذا ده مقاييس العباد إنما مقاييس رب العباد سبحانه وتعالى والله العظيم ده رحمة رحمة عظيمة جدا أصي لو كانت مقاييس رب العباد إن العبد بيقاس يعني قمته ومقداره عند الله سبحانه وتعالى بشكله وجماله ولبسه وشيكته ومنظره ومظهره وشهدته وفلوسه كان في ناس كتير هضيع وهم من أهل الإيمان والتوحيد لكن من فضل ربنا إن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عشان كده مقياس الحق سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله أكبر على قد ما حضرتك تكون طقي على قد ما حضرتك تكون طقية على قد ما يكون وزنك ومقدارك عند الله سبحانه وتعالى ممكن تكون بنت وفي منتهى الجمال اللي في الدنيا مالكة جمال البلاد أو مالكة جمال العالم وشك جدا وجميلة جدا وستايل وزي ما بيقولوا بقى يقولوا ليقولوا بقى وخبال حضرتك ورغم ذلك اللي قدر لها عند الله سبحانه وتعالى إن لم تكن مطيعة لله ووحدة تانية إنسانة بسيطة جدا يعني جمالها على قدها شكلها بسيط ولبسها بسيط ولكنها إنسانة مؤمنة محجبة تعرف ربنا بتبر أمها وأبوها بتعجزها في غير معصية الله بترب أولادها تربية إسلامية عمره ما ليست تفرض ربنا أبدا سبحانه وتعالى فدي ما كانتها عند ربنا أفضل من الحور الآن أمنا عائشة لما ذكرت يعني من ضمن الحوارات التي ستدور في الجنة إن الحور بيقولوا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا ونحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام فإذا بأمنا عائشة تقول وترد المؤمنات فيقولنا خب بالك بقى كل مؤمنة بقى في الجنة هتقول إيه ونحن المصليات وما صليتنا ونحن الصائمات وما صمتنا ونحن 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 يعني المؤمنة اللي عبدت ربنا قدمت هباده قدمت طاعة الحور اللي عينة خلقت علشان يتمتع بها رجال المسلمين في الجنة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى نرجع لموضوعنا ونحن ذكرنا طبعا في برنامجنا القريب إلى قلبي برنامج بتاع رمضان قبل اللي فات من سنتين ذكرنا برنامج يوم في الجنة ذكرنا لما قلنا الله طب يعني كل النعيم ده للرجال لأمالي الستات يوم ايه ذكرنا حلقة كاملة عامة لنساء المسلمين من النعيم في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى يبقى اذا اوعى تحتقر اي انسان اوعى تشوف انسان فقير كده فتقول مين دوت انت مين في البلد او مكانتك ايه او قمتك ايه اوعى تشوف انسان وظفته بسيطة كده فتحتقره او انسان لبس لبس بسيط فاوعى تحتقر اي انسان لان فعلا كما قال النبي واتصلى عليه صلى الله عليه وسلم رب اشعف اغبر فيتمرين مدفوع بالابواب لو خبط على الابواب الناس تترضو اخبر بالك مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرة انسان بسيط لكن عنده ايمان انسان فقير لكن له قدر عند الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف امثلة جميلة جدا جدا يعني في غاية الروعة سيدنا بلال كان عبدا حبشيا رجل بسيط جدا لا قيمة له ولا قدر سوى انه عبد عنده واحد من كفار قريش اشتراه وزله وعزبه وعمل فيه اللي ما يتعملش وكان بيجر في رمضاء مكة وحط الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهري عشان يقول له لا توالعزة الهاني من دون الله فاذا ببلال مع ان كان عنده رخصة ان يقول كلمة الكفر من وراء قلبه لان ربنا قال كده قال الا من اكرها وقلبهم مطمئنهم بالايمان يا سلام وذلك بعض الصحابة قالوا كلمة الكفر من وراء قلبهم ممشوا عشان ينجوا من هذا العذاب لكن سيدنا بلال اخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة عبد الله بن ابو امية يقول له آه لا توالعزة الهاني من دون الله امية بن خلف يقول له آه لا توالعزة الهاني من دون الله فاذا ببلال يقول احد احد ويمر عليها ابو بكر وهو يعذب ويقول لي ونجيك الله الواحد الاحد وما اكتفاش بقى بكلمة دوله دمعتون دوله لا 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 رح صفت تجارات والاموال وجمع فلوس قد كده وراح اشترى تلاتين عبد وتلاتين اما تلاتين عبد واما واعتقهم الوجه لله سبحانه وتعالى فالمنفقين بدأوا بقى يتغمز على سيدنا ابو بكر وقالوا والله ما اعتقى ابو بكر بلال الا ليد كانت لبلال عنده ده واكيد بلال قدم له معروف فهو حب يرد المعروف ده فسكت ابو بكر لانه فعل كل هذا اتغاء مرضات الله فنزل جبريل عليه السلام بآيات تتلى اله من القيامة وما لأحد لعنده من نعمة تجزى الا بتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى سيدنا بلال العبد الحبشي الرجل البسيط اللي ما كانش لي قدر ولا قيمة بين كفار قريش واذا به يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف بقى قدر سيدنا بلال عند الله سبحانه وتعالى يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك دفن عليك لو صوت تحريك النعلين صوت ماشي في الجنة فإني سمعت دفن عليك أمام في الجنة قال لا شائع يا رسول الله سوء أني ما أحدثت قط إلا توضقت وما توضقت إلا صليت ركعتين تفديه وفي رواية ما أذنت قط إلا توضقت وما توضقت إلا صليت ما قدر الله لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بلغت تلك المنزلة وفي يوم تاني ده الحديث دراء البخاري وفي يوم تاني كما عند التنمذي بإسنادا صحيح يمر أبو بكر يمر سيدنا بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا بلال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال وفي رواية تانية إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان يبقى بالجامع بين روايتين الجنة مشتاقة يا سبحانك يا ربي مش إحنا اللي مشتاقين الجنة هي اللي مشتاقة الجنة مشتاقة الأربعة علي وعمار وبلال وسلمان الله سبحانك يا ربي ممكن الجنة تشتاق لنا يا شباب ممكن الجنة تشتاق لنا يا بنات ممكن أبائي وأمهاتي أولادي وبناتي ممكن الجنة تشتاء لنا ليه لا وانت مش عبد ربنا خلقك زي ما خلق سيدنا بلال وعمار وسلمان وعلي اه اكتهت اكتهت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى الالاءن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولم يذكرهم بالاسماء ولم يذكرهم بالصفات وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال الذين امنوا وكانوا يتقون تقدر تؤمن بربنا تقدر تكون تقي والتقوة كما عرف علي ابن عبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل وعرف طالب لحبيب ان التقوة ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجل ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف وعقاب الله يا سلام امر بسيط جدا جدا اعمل الطاعة وترك المعصية تبقى تقي انت كده تقي ان شاء الله لعلى وعسى تكون من اولياء الله وتشتاء الجنة لك يا ربي اجمعني واياكم في الفردوس الاعلى اللهم امين يا رب العالمين فبلال ده اللي كان بيعذب في رمضاء مكة النبي يقول له الجنة مشتقالك يا بلال الجنة مشتقاله سبحانك يا رب العبد البسيط اللي بيعذب دوة اللي هو ليس له قدر عند كفار قراجلك اللي له قدر عظيم عند رب السماوات والأرض الجنة مشتقالك يا بلال وفوق ده كله يا بلال النبي بيقول له وفوق ده كله كمان ان انا سمعت تحريك رجلك قدامي وانت ماشي قدامي في الجنة يا سلام والحاجة التالتة بقى ان يوم فتح مكة كما اورد ذلك ابن الجوزية في زاد المسير وهم في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ساب كل الصحابة ساب أبو بكر وعمر ورثمان وعليه وطلح والزبير وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة الكبار دولت ورح ايلي بلال يا بلال اصعد فوق الكعبة فأذن الله طب ما يأذن تحت ولازم يأذن فوق الكعبة كأنها هي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الكفار دول ما عرفوش ابتك بلال وكانوا بيرموا الصخور فوق صدرك وفوق ظهرك فانت النهاردة هتطلع تأذن فوق الكعبة على مرأة ومسمع من كل كفار كريش وفوق ده كله كمان الكعبة دي فيها حجر من أحجار الجنة ده مش حجر واحد ده حكتين من أحجار الجنة اللي هما ايه الركن والمقام مقام الحجر الأسود والركن اليماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام يقوتتان من يواقية الجنة الحديث صحيح ولولا أن الله عز وجل طمص نورهما تشفق دي يعني سبحانك يا رب مكنش حد يقدر نبصرهم أبدا لأن ربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نبص للركن والمقام طمص النور اللي كان بيصدر من الركن والمقام فبلال رضي الله عنه وارضاه طلع فوق الكعبة يؤذن وفوق الكعبة دي معناها أن تحتيق الحجر الأسود والركن اليماني وإذا بعتاب بن أسيد رجل لسه كان من المشركين كان من الكفار يعني بيقول أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة والله لقد أكرم الله أبي أسيدا اللي هو من النسوة عتاب بن أسيد يعني بيقول أبو يا ربنا كرمه ليه؟ لأنه مات قبل أن يرى هذا المنظر بيقول الحمد لله أن أبو يا مات قبل ما يشب بلال فوق الكعبة وقبلها بيقول إيه؟ بيقول أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فنزل قول المولى عز وجل إن أكرمكم عند الله أطقاكم شويتين كان عتاب بن أسيد كان وقف مع أبو سفيان بن حرب أبو سفيان كان أسلم ما بقلوش ساعة ساعتين ووقف معه حزم الحارث بن الشام الحارث بن الشام كافر وعتاب بن أسيد كافر وأبو سفيان أسلم لسه يعني إيه؟ ما بقلوش ساعة ساعتين والنبي صلى الله عليه وسلم هم وقفين هم ثلاثة لوحدهم رح ساهب المسلمين ورح رايح نحية الثلاثة دولت وقال لهم أما إني والله قد علمتم وقالتكم أنا عرفت أنت قلتوا إيه؟ إنت قلت يا عتاب كذا وإنت قلت يا حارث كذا وإنت قلت يا أبو سفيان كذا فالثلاثة تعجبوا ده محدش في لا تحرك من المكان دو عشان يقول مثلا رح قاله ما فيش حد قاله خالص ما العرف منين فإذا بعتاب بن أسيد يقول والله ما أخبرك بهذا إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عتاب بن أسيد أسلم بحارث بن الشام وكان أبو سفيان أسلم قبلها بحوالي ساعة كل دوت بسبب هذا الموقف العظيم يبقى إن أكرمكم عند الله أطقاكم بلال اللي كان عبد حبشي ولذلك نبع السلام لما قال في الحديث الصحيح فيقول عليه الصلاة والسلام يعني إيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بداعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شوف أخو بالك بقى يقول لك إيه يقول لك وعليكم بالسمع فأول الحديث عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يبقى إذن الإنسان ما يحتقرش أي حد حتت بقى ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين النزاعات الأرقية والتفرقة العنصرية اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وفي الحياة دي كلها أن فرق كبير جدا جدا أن الأبيض يتعامل زي مع الأسود ليه يا أخي لا فضلا عربيا على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أحمر فمزا إلا بالطقوة إن أكرمكم عند الله أطقاكم يبقى هي الطقوة هي اللي بتخلي الإنسان له قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل مع بعض موازين العباد عند رب العباد سبحانه وتعالى ولكن بعد فاصل قصير صلى الله عليه وسلم حدن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل قد إيه الإنسان قمته ومكانته وقدره بيكون عند ربنا سبحانه وتعالى بطاعته لله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعماله الصالحة وإنه لو وقع في أي زنب وما فيش حد معصومة جماعة بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبيرجع إلى الله سبحانه وتعالى لو حاسس أن أنت ملكش قدر عند الناس قرب من ربنا والله ثم والله هيبقى ليه قدر عند الناس وقبل ذلك عند رب الناس سبحانه وتعالى حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدنا وربنا بيحب مين يا جماعة إن الله يحب والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ربنا بيحب الشاكرين والصابرين والطائعين والمخبتين والمنيبين والتوابين ربنا بيحب الأصناف الجميلة دي إن الله إذا أحب عبد النادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يوضع ثم ينادي في ملائكة السماوات ويقول يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يبقى حتى لو الناس مش عارف فقدرك بقربك من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحبك ويحب فيك خلقه لو حضرتك بتشتكي النجوزك ما بقاش يحبك زي الأول ما بقاش ليك قدر ولا ما كان عنده زي الأول كتير من الزوجات تقول كده كنت غالي عنده ما كانش شايف في الدنيا غيري ودلوقتي ما بقاش شايف في الدنيا كلها وبش شايفني أنا ما بقاش ليه أي قدر ولا ما كان الرب من ربنا قم يصلى ركتين قيم ليل صوم الاتنين والخميس اعملي أي خير الرب من ربنا صلى على النبي استغفري تصداقي اعمل أي طاعة للناس ربنا هيحبك ويحب فيك جوزك لأن جوزك ده قلبه اللي بين يعني بين جنبيه هو ما يملكوش قلوب العباد بين أصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف أشاء قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة تلاقي زوجك اللي مش بيحبك ده وبيكرهك وبيعملك أسوأ معاملة تليه جاي كده بيبوس إيديك ويبوس رأسك ويقولك سمحين يا روح قلبي أيوة الله العظيم مرة قلتي الكلمة دي لواحدة كابتشكيلي من زوجها قلت لها طب عملتي عشان ترضيه قالت لها عملتي مش عارف إيه وميكياجات إيه وسبغت شعري إيه ولبس إيه وزبطت البيت وغيرت العفش وعملت عشان أجدد له حياته ورغم ذلك مش نافع مع حاجة بالمرة قلت لها فاضل حاجة قوي مهمة قوي قوي وهي أظن في نظري إنها أهم حاجة قالت لي إيه قلت لها بتصلي قيام ليل قالت لي لأ بتصوم اثنين وخميسة وثلاثة وثلاثة وشعر قالت لي ما صومتش قبل كده طيب بتصلي عن النبي يعني أحيانا بتستغفري بتعملي صداقات جارية ولو بسيطة كده قالت لي بصراحة ما عمتش حامل حد يقول لها أنا كبيري قوي بصلي الفرد وخلاص قلت لها طب ما تكتري كده شوية الفرد حوالي السن الرواتي والاثناشر تمام كده وبعدين ركعتين قيام ليل مش عايزولك حداشة ركعة ركعتين قيام ليل صيام اثنين وخميسة والثلاثة يام بس بعد ما استأذين الزوج في صيام النافلة الزوج لا يستأذن في صيام الفرد إنما يستأذن في صيام النافلة طيب وبعدين صداقات جارية بسيطة كده كفالت يا تاما مش عارف إيه أي حاجة وشوف الدنيا هيتبقى عملة زي صدقوني خلال شهر أو شهر وشوية كانت الزوجة ديت يعني اتصرت لقت الموبايل مقفول أو متحول فبعتت رسالة أشكرك من كل قلبي جزاك الله خيرا زوجي دلوقتي بيعملني أحسن معاملة هي دي المسألة ما تغلبوش نفسكم واحدة في يوم من الأيام راحت لعم الشيخ فبتقوله عم الشيخ زوجة عبني ما تعملينك كده حجابه لأي حاجة عشان بس رجل يحبيني وقلبه يمفتح من ناحيتي قالها بنتي حجابهات ايه والكلام ده كله طيب أقولك حاجة فحب يمفتح معها كده حيلة بسيطة قال لأت ما فيش مشكلة نعمل لك حجاب ممكن تجيبي لي ثلاث شعريات من عينيني الأرد قلت له دي جيبها ازاي قال لأ يعني تصرفي بقى ده جوزك بقى وحياتك ولا أنت عايز تسني كده حد ما يطلق قلت له لا ده أنا جيب لك الأرد نفسه فراحت عزك والله حضيك كده الحيوان وجابت بقى ايه سوداني بقى كده والحياة والموز والحياة اللي محبها الأرود وبدأت كده أتقرب من الأرد وتأكله وشعفوه كان ذا كله فجأة راح تنتفى الثلاث شعرات من حبه ولا من رموشه ومن جاية ايه الشيخ عملتي يا بنتي قلت له مش أقدر أقول لك أنا هتعب تديه وعملت تديه عشان أجيبي الثلاث شعريات دولت من رمش الأرد قال لها جيبتهم ازاي قيت له فضل تسيسه ودديه ودلعه وهزر معاه وأكله وشربه لحد ما عرفت أخذ منه كده قال لها سبحان الله اللي عملتيه مع الأرد ده بقى ما حاجزك تعملي معهوزك تديه دديه والدلعيه وتهزاري معاه والدحكيه وتأكليه وتشربيه هتلاقيه بيحبك بس سوى تنتفي ايه اوى تطلعها عشريموش ولا ايه ولا تطلعها حاجبه سبحان الله فعملت كده والزوجها بقى يحبه حيانا في زوجه ما كنتش واحدة بالها ان الزوجه ده متدايق مني ليه ان البيت مش نظيف لان الاكله مش كويس لان انا بتعامل معاه باسلوب مش كويس بزع معاه وبعلي صوته وبعلي صوتي عليه وبتعامل معاه ندل ندل راجل اتنين رجالة قاعدين في بيت واحد ونفس المسألة في العكس بقى الزوج بيشتكي من زوجته ما بتحبنيش ما بتقضنيش ما بتعمليش قرب من ربنا هتلاقي زوجتك ديت ما بتحبش حد في الدنيا غيرك عايز اقول لحضراتكم حاجة الصحابة لما كانوا عشرين مع بعض هو فقير وهي فقيرة او هو فقير وهي غنية زي ابن مسعود ابن مسعود كان مجاوز زوجة اسمها زينب زينب دي كانت غنية واثرية جدا وابن مسعود كان فقير جدا وكانت زينب ما تحبش حد في حياتها قد ابن مسعود ليه لانه قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى ابن مسعود ده اللي كان ابو جهل يقضي التاريق عليه ويقول له تعالى يا رويعي مش يا رعي الغنم كمان يا رويعي يعني بيستغرر كمان يعني بيحقر من شأنه اكتر كمان تعالى يا رويعي الغنم روح يا رويعي الغنم ويقضي يصغر منه في يوم من الايام سيدنا عبدالله ابن مسعود حب يطلع يبعود سواك من شجرة من الاشجار اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود جسمه رفيع وسقانه رجليه رفيع جدا فطلع فوق الشجرة فكات الدنيا فيه شوية هوى كده فالهوى كفأ الغصن فإيه يعني هز الغصن كده فانكفأت ثياب ابن مسعود رجليه بانت ورجليه رفيع فالصحابة عاد يضحكوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون قالوا نضحك من دقة ساقي بصراحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بليد حكش رجليه فايع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم لهما الاستقان الرفاع على انتوا بتتريقوا عليه دي وبتحكوا عليها لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد الله اللي تقل رجلينا عبدالله بن مسعود ايمانه بالله اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حشان كده بقول لو حضرتك مديرك في العمل بدايئك ما نفسي قدر ولا ما كان عنده قرب من ربنا هحببه فيك ويحنن قلبه عليك لو استاذك في الفصل بدايئك قرب من ربنا ربنا هيسخر لك قلب الرجل ده لو زوجك مدايئك قرب من ربنا لو اي حد في الدنيا في حد مدايئ وحد متصلت عليه قرب من ربنا وربنا هيكلمك ويحبب فيك كل خلقه ولقد ينعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ده ربنا بيقول للنبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا عارف أن أنت بتتدايق من اللي بيقوله عليك ساحر وشاعر وكاهن وكذا وكذا بيقول له ولقد ينعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون نحل المشكلة دي إزاي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك قول سبحان الله وبحمدي ليه؟ قال لك لأن الإنسان ربما يصلت عليه إنسان يكرهه يحقد عليه يحسده يأذيه يعمله أي حاجة بسبب زنوب أنا عملتها لأن حتى أحد السلف كان يقول والله إني لأرى آثار ذنوبي في زوجتي ودابتي لما كون عملت زنبة لأي الزوجة بتعملني معاملة في منتهى السوق الدابة بتاعتي أجركبها ثم رميان على الأرض فإما أخش أصلي ركتين توبة أطلع لأي الزوجة مبتسبة فشي وأجركب الفرز بتاعي ماشاء الله كإني ركب غزالة زي الفل فهم زي؟ آه هي كده فسبح بحمد ربك لأن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يبقى ممكن رجل يكون ما تصلت عليه بزنوبي آه فلما قلت سبحان الله وبحمده تتغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر طيب أدي حاجة وكن من الساجدين ليه وكن من الساجدين قال لك لأن ربنا قال وسجد واقترب لو عايز تقرب اسجد ولما النبي قال لربيع لما بيقول له سلني شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجداتا لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة هي دي المسألة وبعدين يبقى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واستمر على الاتنين دول بقى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين ده علاج لو كان في حد بيحقد عليك بيحسدك بيتعبك بيأزيك متسلط عليك اعمل تارت حاجة دولة قطر من سبحان الله وبحمده قطر من السجود أعبد ربنا قرب من ربنا ربنا يحبب فيك جميع ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم فعز مكفار كوريش بيكرهوه لكن كانوا لما يتسئلوا عن النبي يقولون ده مين اللي بيقولوا كده كمان ده أبو جهل يقول هو الصادق والأمين صلى الله عليه وآله وسلم إبقى شوف نوع السلام الناس لاجلي عدوا قدامه الغاني وبعدين الفقير يقول لهذا خير من الأرض من مثل هذا ليه إن أكرمكم عند الله أطقاكم سيدنا بلال خبالك النبي يسمع صوته في الجنة ويقول له إن الجنة مشتقالك وخبال حضرتك ويخلي يطلع يأذم فوق الكعبة ليه إن أكرمكم عند الله أطقاكم عبد الله بن مسعود سيقانوا رفاعوا الصحابة يتحكوا عليه ورغم ذلك سيقانوا عند الله عند الله عز وجل في ميزان الله كجبل أحد أو أفكروا من جبل أحد ليه إن أكرمكم عند الله أطقاكم البراء بن مالك البراء بن مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم والترمذي واللفز للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك في رواية الحاكم بسند صحيح إن في معركة تستر استعصت الموقعة دي على المسلمين جدا بقالهم شهور ما حصرين تستر مش عارفين يفتحوها وإذا بهم يقولون يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعف أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصرنا الله عز وجل فإذا بالبراء يرفع له إلى السماء يقول اللهم إني أسألك اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله ليه طلب الشهادة لأنه خلاص اتعرف إنه لو أقسم على الله لأبر الله قسم فخشي البراء أن يتعلق الناس بالبراء من دون رب البراء يقول لك ما تعتلش هم في أي موقعه في أي فتحة في أي مكان طلعينه نحارب لا تحتلش هم مدام معنا البراء إن شاء الله فورجت ليه في أي لحظة يحصل مأزق ولا حاجة يبقى البراء يقص مع الله يأتي النصر فخشي أن تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء فتمنى الموت وما فيش ميتة أجمل من الشهادة لأن حبيبك وحبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والتلمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سب أخصار يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة هو فيه ميتة أجمل من كده يا رب رزقنا الشهادة ورب العالمين عشان نخش الجنة ونشفع في سبعين واحد من أهلنا وحبيبنا وقريبنا عشان نخش الجنة مع بعض نبقى كده صحبة في جنة الرحمن ربنا يجمعنا وإياكم في جنة الرحمن بإذن طول ما أنت قريب من ربنا طول ما يبقى لك وزن ومكانة عظيمة جداً عند المولى عز وجل وعند عباد الله سبحانه وتعالى لو عايز إن الناس ترضى عنك خلي ربنا يرضى عنك قبل أي حد خب بالك لإن رضى الناس مستحيل مستحيل إن الناس ترضى عنك كلها ولو ردوا عنك كلهم حتى مجازاً يعني مش هيرضوا عنك إلا الفترة محدودة ما قدرش يرضوا عنك على طول الخط لإن فلان عايزك تجامله جاملت ده النهاردة وما جاملتش دوت فده رده ده زعل طب جاملت الاتنين النهاردة بس ما قدرتش تجاملهم بكرة فالاتنين زعلوا وهكذا لما جوحة عزك الله ماشي هو هو ابنه ومعهم الحمار بتاعه جوحة راكب على الحمار وماشي ابنه جنبه ابنه جنبه طبعاً هو رجل كبير والأب يعني نازم هو اللي يركب والاب يمشي فمروا على قومه فقالوا سبحان الله رجل قاسي القلب راكبه سيب ابنه وماشي كده جنبه فرح جوحة قال طب ما يصحش صحيح والله طب تعالى يا ابن اطلع انت اركب على الحمار وأنا همشي جنبك فعدوا على ناس تنين فقالوا غلام سيء الأدب ولد قليل الأدب يركب على الحمار ويخلب ويمشي جنبه كده قالوا طب يا ابن نعمل ايه طب يا حبيبي طب خلاص نركب انا وانت عشان محلش نتكلم فارجبه هم الاتنين فقالوا سبحان الله على قسوة القلب ايه قلوبهم اسيك ده ليه هم الاتنين اتبنوا على الحمار هو الحمار هيستحميل كنتم الاتنين فقالوا طب خلاص يا ابني ننزل انا وانت نمشي جنب الحمار وما نركبوش خالص فعدوا على الناس فقالوا حمقى مغفلين في حد ربنا يستخلوا حمار زي دوت ويمشي كده جنب الحمار كأنه مصحب يعني ما لا يركب الحمار ولا يستفيد منه وما تشاريه ليه فقالوا شفت يا ابني لن تستطيع ان ترضي احدا من البشر فما عليك الا ان ترضي الله سبحانه وتعالى ارضي ربنا سبحانه وتعالى كان فيه واحد اسمه ابن هبيرة ابن هبيرة ده كان واليا من قبل يزيد ابن عبد الملك يزيد كان بيرسله احيانا يعني رسائل كده فيها ظلم شوية يعني خل بالك فيزيد ابن ابي سفيان يزيد دوت كان سبحانك يا ربي يعني هو مولي ابن هبيرة واليا على العراقين يزيد قال له خليك انت والي على العراقين ليه الكوفة والبصرة فلما تولى ابن هبيرة كان بجده رسائل الرسائل فيها احيانا حاجات كويسة جدا فبينفزها واحيانا بيكون الليه الرسائل فيها حاجات يعني ممكن يكون فيها ظلم شوية فرح قال ابعت لتنم من العلماء واستشيرهم فبعت لمين بعت الحسن البصري وبعت ليه الامام الشعبي قال لهم تعالوا انا عايز استشيركم في الموضوع ده فقال لهم ان يزيد ابن عبد الملك يرسل الله الرسائل تلو الرسائل ويكون احيانا فيها يعني مجافى للحق وغير ذلك فهل لي رخصة في ان انفز ما فيها فالمهم الشعبي قال له شوية كلام فيه مناطفة ومصيرة يعني هزيل انت معذور وغزب عنك وشف ايه وحبي يعني يلتمسه الاعذار فنظر ابن هبيرة الى الحسن البصري وقال له وماذا تقول انت يا ابا سعيد او سعيد دل كن يبتعت الحسن البصري قال ماذا تقول انت يا ابا سعيد فقال له الحسن البصري يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فان الله يمنعك يعني يحميك فان الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعص الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فينقلك من ساعة قصرك إلى ضيق كبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد رب يزيد يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله في طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد فبقى ابن هبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه فلما خرج هم الاثنين ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس عليهما قالوا ما صنعتما مع ابن هبيرة فإذا بالإمام الشعبي يقول أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل فوالله ما قال الحسن كلمة لا أعرفها ولكنه أراد وجه الله وأردت وجه يزيد فحببه الله إلى يزيد وقربه إليه وأقصاني عنه وبغضه إلي أو وبغضني إلي شيء حاجب جدا شوف من أرضى الناس ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله شوف خبارك بقى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس حيانا الإنسان يقول إيه أنا مش عايز أزعر للناس طب الحاجة دي فيها معصية معلش بس أنا مش عايز أبقى شازي كده في المجتمع ومش عايز أبقى الواحدي أنا عايز بس يبقى مبسطين وراضين ويبقى العلاقات الاجتماعية ما بيننا حلوة فيعمل شيء في معصية فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي هو هذا الرجل عمل المعصية عشان يرضيهم ربنا يحول قلوبهم فيكرهوه مع أنه عمل كده عشان يرضيهم وفي نفس الوقت واحد تاني رفض أن يجامل الناس على حساب شرع ربنا سبحانه وتعالى والناس في الوقت ده زعلانين منه ومدقين منه وفي غمضة عين تجد الناس دي بيلولوه والله العظيم رغم أن أنت عملت حاجة بتخالف اللي احنا كنا عايزينه لكن أنت إنسان محترم أنت إنسان فاضل أنت إنسان ما فيش منك كتير فربنا يحببهم في هذا الرجل لأن الإنسان ده ما كان عنده حاجة إلا إن هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى دي القاعدة اللي احنا عايزين نعيشها من خلال درس النبي وموازين العباد وزنك عند ربنا بطاعتك لله وزنك عند ربنا بطاعتك لله سبحانه وتعالى ممكن تكوني من تشلابس حجاب وانت في نظر أسرتك ومجتمعك والمدينة اللي انت عايشة فيها بنتي ما شاء الله يعني ما شاء الله شيك وجميلة وستايل ودمك خفيف وأول ما تلبس الحجاب يقول إيه اللي عملته في نفسها ده نتبقى شكلها صعب جدا انت عملتك في نفسك كذرية بنتي انت لسه الشباب انت انت قطيع الله سبحانه وتعالى وقطيع رسول الله وملكش دعب الناس قاد ربنا يحبب فيك كل خلق سبحانه وتعالى تعالوا نكمل مع بعض موضوعنا الجميل ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ذلك الوقت ورغم ذلك لما لامس الإيمان والشيغاف في قلبها وأسلمت لله سبحانه وتعالى إلا حصل بقى ملهاش لا قدر ولا قيمة ولا أي حاجة عند العباد بقى يجلدوها ويضربوها ويرموها في الشمس ويعزبوها ويرمو الحجار عليها كل دوت لأنها آمنت بالله سبحانه وتعالى يبقى لما كانت كافرة وكانت زوجة فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى اللي كان بيقول ما علمت لك من إله غيره كانت هي يا ما شاء الله سيدة القصر الرقم واحد وسيدة مصر الأولى وكانت لها قدر وما كان إلى غير ذلك وأول ما أسلمت وأمالت لا دي تجلد دي تضرب دي تترمي في الشمس دي ملهاش لازم عندنا دي لا تاكل ولا تشرب ولا حتى حد يقرب لها بالبرة ليه؟ ما بقاش لها قدر عند الناس لكن أنظر بقى لقدرها عند رب الناس سبحانه وتعالى قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيلي من فرعون وعمله ونجيلي من القوم الظالمين ربنا جعلها مثلا لكل مؤمنة وصطر ذلك في كتابه جل وعلا وطلب الله مثلا للذين أمنوا يعني امرأة فرعون امرأة فرعون إذ قالت يعني حين قالت إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة الله شوف دي أيما كانت زوجة الملك كان قدرها عالي جدا عند الناس ولما آمنت بمالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى ما بقاش لها قدر عند الناس لكن أصبح لها قدر عظيم جدا عند رب الناس سبحانه وتعالى ولذلك النبعسان قال كامل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كم من ضمنهم أسيا مرأة فرعون بل كانت من أوائلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل من النساء إلا أربع أسيا مرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويرد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعشان محدش يظن أن أمنا عائشة ملاش الغلوة دي وقال بعدها مباشرة وأن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يا سلام اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا أن نراعي ذوقيات الكلمات نحن لما نقول كلمة لازم نراعي ذوقيات نحن نقول كلمات ما تجرحش الآخرين نقول كلمات تسعد الآخرين تسعد كل من حولنا يبقى لو كان المقياس بالفلوس والجاه والملك أهي كات عند الناس إيه؟ كات عند الناس إنسانة لها مقام عالي جدا وعند رب الناس ولا لها أي قيمة بالمرة ولما أسلمت نزل بقى الميزان بقى ملهاش قيمة عند الناس بقى قيمتها عالية جدا عند رب الناس سبحانه وتعالى نفس المنطق ونفس الكلام يقال عن ماشيطة ابنة فرعون دي مين بقى دي واحدة من المقربات جدا جدا للقصر الملكي دي دي المسؤولة عن بنت فرعون من الالف للياء هي اللي تلبسها هي اللي تسرحها هي اللي تشيكها هي اللي تحط لها مكياجاتها إن كان فيه مكياجة عيامها هي اللي تفسحها هي اللي تخرجها هي اللي تذكر لها هي اللي تعملها كل حاجة ورغم ذلك لما آمنتها دي المقى طبعا كان لها قدر جدا عند هذا الملك عند فرعون وعند بنت فرعون وعند زوجة فرعون وخدوا بالكم من حاجة بقى إن هي مشطة ابنة فرعون في عز المجد ده كله طبعا كان في ناس طبعا أكيد طبعا معروف يعني أكيد لو حد عايز حاجة بقى من إيه من البشا الكبير اللي هو فرعون كانوا بليت وصلتوا عندها مشطة ابنة فرعون انت ليل ونهار بقى في القصر بتاعه وعايزين الطلب ده وعايزين المشكلة دي وتحللنا كذا وهتلنا كذا وخلصون كل حاجة بمجرد ما عارف فرعون إن هي أسلامت عمل معها إيه كلكم عارفين القصة يا ضوب هي قاعدة بتسرح بنت فرعون المشتروق على الأرض نزلت تيجيبه قالب بسم الله فبنت فرعون كان طبعا كلهم كانوا بيعابدوا فرعون وبيعتبروا إله بيعبد من دون الله فالستة الطيبة مشطة ابنة فرعون بيجيب المشتروق بسم الله قتلها أبي يعني انت بتسمي باسم أبي لأن أبي ده هو الله فمزاق قتلها لا بل ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا الذي في السماء فقالت لها أخبروا هقول لأبويا قلت لها قولي له فراحت قالت لفرعون ده المشطة بتعبد إلها غيرك يا أبي تخيل في إله في الدنيا غيرك فرح بعت لهم قال لها سمعت أنك تعبدين إلها غيري قالت أجل ربي وربك ورب الناس أجمعين الله الذي في السماء قال لها طب هعزبك وهأتل ولادك كان عندها خمس أولاد بيبدأوا من سن الرضاعة لسن ما يقارب مثلا من عشر سنين وخدهم كلهم واحد ورد تاني وجاب بقرة نحاسية وأشعل النار تحتها لحد ما بقتها من نزل فرن وبدأوا يفتحوا فتحة كده فوق البقرة ويرموا فيها الإنسان يخش جوه مجرد ما يخش في درجة الحرارة العالية اللي جوه البقرة النحاسية ده بنفصل اللحم عن العظام في ساعتها والشياط بتاعه يطلع خدوا ابنها الأولاني وهي شايفة وبعدين موتوه وبعدين كانوا بيقولها يعني أنا مش صعبان عليك ابنك يعني تضاري كده مسلمة وتسيبي أولادك يتقتلوا قدام عليك ما تأمني بي ترعوني بيلا ما تأمني بي وأنا تجيكي أنت أولادك وعيشك أحلى عيشة قدت له أبدا ربي وربك الله خد الولد التاني أتلوه برضو في البقرة النحاسية وهي بتنظر والبه بتقطع خب لك أم أمه شوف حنية الأم بقى ده النبي لما حبي صور صورة يعني مع بعد المثال ولله المثال الأعلى بس قالوهم لما في غزوة من الغزوات لأمرأة من المشركات لقيت طفلها الصغير اللي هو الرضيع كان بتدور عليه فأول ما لقيته فألقمته ثديها ورضعته وقعدت تبكي فدموعها نزت على خد الطفل فقال النبي أترون هذه الأم طارحة من طفلها في النار قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها يا سلام شوف بقى شوف الأم فالنبي بيدرب مثل برحمة المولى عز وجل بيدرب مثل لتقريب الأفهام فقط مش للمقارنة حشا لله بإني شوف رحمة الأم بتطفلها الرضيع أهو ربنا أرحم بكم بقى من رحمة الأم بتطفلها الرضيع خدوا الإبن الثاني وأنا متخالي الإبن وهم ما بيخدوه بيقولها يا أم ما تسيبينيش أموت يا أم حرم بيئة قتل الأول والثاني والثالث والرابع الخامس بقى دي كانت المشكلة الخامس ده كان طفل بيرضع من ثديها وخطفوه من على ثديها وهو يصرخ وما زالت قطرات اللبن على فمي فبكت بكاء شديد لدرجة أنها خلاص كتتفتن وتقوله خلاص قتلت أربعة سبل الخامس ده بقى وخلاص أنا كفرت وآمنت بك فربنا سبحانه وتعالى مدومت أنت آمنت لابد أن نحن نؤيدك ونكرمك ونثبتك شوف الموقف حصل إزاي فإذا بالحق سبحانه وتعالى يمتق لها طفلها الرضيع ده فيقول يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهوأ من عذاب الآخرة ويتقتل الطفل وتقتل الأم قبل ما هي بقى يحطها في البقرة أنه حاسعش أن يقتلوها طالبت من فرعون حاجة قلت له أنا خدمتك وخدمت بنتك سنين طويلة ممكن ليه طلب واحد قال لها طلبي ليك حق طبعا أنت خدمتين كتير وليك حق نقدمك فقالت له إذا أنا ميته فاجمع عظامي وعظام أولادي واتفنها سويا أنا شاعد أنك أكثر من كده دي الخدمة الوحيدة اللي أنا طلبها فقال لها لك ذلك رموها في البقرة الروحاسية وانفصلت اللعوم عن العظام وخلاص ما بقي إلا عظام الأم وأولادها الخمسة خدوها ودفنوها في مكان ما والشياط طبعا طالع فإذا بالحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وزيد على حبيبنا صلى الله عليه وسلم فإنما عثم في رحلة الإسراء والمعرج لرحلة التكريم سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يباركنا حوله لنرياه من آياتنا وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا يشم ملحة جميلة أجمل ريحة شمها في حياته صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الرائحة يا جبريل قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها الله يبقى هي لما كانت كافرة كان لها قدر عند فرعون وعند الحاشية والوزراء والملأ وهامان وقاروم والشلة ديت وعند الشعب كله ولكنها لما آمنت ما بقاش لها أي قدر عند أي حد لدرجة أن يخذوها هي ولدها وحرقوهم شفت ديه؟ لكن لما نزل قدرها بإيمانها نزل قدرها عند الناس ارتفع قدرها عند رب الناس سبحانه وتعالى جعل المولى عز جل بعد كل هذه القرون من آيام فرعون لحد آيام النبي صلى الله عليه وسلم جعل السماوات يعني فيها رائحة مشطة ابنة فرعون وأولادها شفت ديه مقاييس العباد بتختلف من نظرة العباد إلى إلى مقياس رب العباد سبحانه وتعالى حضرتك مش لابسة حجاب دلوقتي دمك خفيفة على قلوب الناس كلها ما شاء الله بنت جميلة ودمة خفيف ولذيزة وكده وسطيل وحاك كده طب البسة بقى حجابك كده هتلاقي اللي كانوا بيحبوك إلا مرحم الله سبحانه وتعالى يعني هتلاقي اللي كانوا بيحبوك بدأوا يددولك ظهرهم هتلاقي بعض زمالتك اللي كان بتحبك وشاف دمك خفيفة على قلبها خلاص ما بقتش حتى تدد عليك السلام هتلاقي هتلاقي قدرك هينزل عند بعض الناس اللي هم ما بيحبوش المنظر ده ما بيحبوش الحجاب ما بيحبوش التدين ما بيحبوش الالتزام لكن ربك سبحانه وتعالى هيقذف حبك في قلوب أهل الإيمان والطاع وهيبدلك صاحبات أفضل من صاحباتك اللي انت بكت تعرفها من أيام المعصية وهيكون قدرك عند ربنا عظيم جدا ويجمعك يوم القيامة مع أمهات المؤمنين في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا ننسى الناس افتكروا فقط أنا هدفي كله في كل حياتي الله وعجلت إليك ربي لترضى أنا مش أحس حد يتا يرضى امم من ربنا هو اللي يرضى عني سبحانه وتعالى هي دي المسألة وهي ده المقاس اللي احنا عايزينه الشاب ما كانش بيصلي وكان ما شاء الله وبيشرب دخانه وبيشرب بنجو بيصهر ويخرج مع بنات وهو وكان دمه خفيف وزي العسل على قلوب الشلة اللي كان بيخرج معها مجرد ما لقول تزام وابتده يصلي ويعرف ربنا ويروح المسجد يقولك بس يعمل سوك منه ده الدروش ودخل في سكة غلط وهو وكان ده كله يبعده عنك انا اذكر يوم ما التزامت من حوالي 23 سنة تقريبا اذكر ان اعز الناس الى قلب من اصدقائي خدوا جنب بيعدوا عني تماما وانا فرحت وانبسطت اوي وطال اللهم لك الحمد يا رب اللي بيحبني بالمنظر ده كده خد بلك هيجيني هاخده فحبني ويبقى حبيبي اكتر من الاول الف مليار مرة واللي هيكره التزامي وحب الديني ويكره قرآني ويكره اقبالي على رب سبحانه وتعالى يبقى ده ما يلزمنيش لكن برضو مش هسيبه مش هسيبه ازاي يعني بس اثبت انا وحط رجلي بس صح وهرجع له تاني وكلمه بكل ليم ورحمة بسطوب بسيط بسطوب جميل عشان يبقى معايا ويبقى برضو صحبي وحبيبي واخويا في الله طبعا ده الصح مش مجرد ان انا التزامت وصحابي اللي كانوا معايا ما التزاموش فانا كرهتهم وبعت عنهم لا انتبعد عنهم مؤقتا لحدا ما انت تثبت لالك لو رجعت لهم في اول التزامك هيجروك تاني وهيرجعوك تاني لمستنقع الاثام والمعاصي والرزيلة الى غير ذلك لما انت ابعد فترة لحدا ما تثبت وبعدين ارجع لهم تاني ابعدي فترة عن صاحباتك اللي هم مش هحيزينك ملتزمة لحدا ما تثبتي وارجع لهم تاني دعوهم بايه بسطوب جميل كده ولطيف بسطوب كل زوء وكل أدب وكل رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى بشفتوا اسيا برقة فرعون شفتوا موشتة ابنة فرعون شفتوا زايد بن حارفة زايد بن حارفة اللي كان عبد من العبيد اشتراه حكيم ابن حزام هو كان الاصل زايد بن حارفة كان رايح مع امه في زيارة لبعض اخوالي كان الكلام ده قبل الاسلام وام رايحين طلعت عليهم لصوص طلوا على القافلة واخدوا زايد بن حارفة وبعوه فيه سوق عقاض من اللي اشتراه حكيم ابن حزام من حكيم ابن حزام من اقرب الناس الى قلب النبي قبل الاسلام خبالك من اعز الناس الى قلب النبي على السلام من برضو حكيم ابن حزام عمته تبقى خديجة بنت خويلت ام المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فرح خد زايد بن حارفة لما اشتراه يعني ورح اده هدية لعمته قال لها عمتي هذا هدية لك ورح مديها زايد بن حارفة خدت فلما تزوجها النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لقيته بيحب او زايد بن حارفة بيبصره كده نظرة حب فلما عرفت حب النبي لزايد بن حارفة لقيت له هو هدية لك يا محمد كان لسه ساعتها برضو الوحي ايه ما بدأش كان لسه الاسلام ما جاش لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امنا خديجة قبل ان ينزل عليه الوحي فالمهم بعد ذلك طبعا زايد بن حارفة يعني انتو تعلمون جماعة بان اهله عرفوا ان هو موجودش في المكان دوت وراحوا للنبي صلى الله عليه وسنعطي لك العطاء الكثير ونفديه بمال كثير ولكن تعطينا زايد بن حارفة فقال اوى غير ذلك ايه رأيكم اقولكم على حاجة افضل من كده قالوا ايه قالوهم ادعو لكم زايدا فان اختاركم فهو لكم بلا فداء انا مش عايز فلوس وان اختارني فما انا بالذي اختار على من اختارني احدا قالوا له والله لقد انظفت جاب زايد بن حارفة وقال له من هذا يا زايد قال هذا ابي وهذا عمي قال وانا من قد علمت خب بلك كل دوت قبل ان يصبح النبي نبيا صلى الله عليه وسلم وكل ده كان قبل البعثة فقال له وانا من قد عرفت فاختر يا زايد قال والله ما اختار عليك احدا ابدا فابو بصول قال له سبحان الله اتختار الرقة والعبودية على عمك وابيك وامك واهلك واحبابك قال والله لقد رأيت من هذا رجل اي من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله لا افارقه ابدا فاذا بالحبيب مصطفي امواخد زايد بن حارفة وطالع عند الكعبة وقدام كفار قريش قال يا اهل قريش اشهدكم جميعا ان زايد ابني يرثني وارثه طبعا ده قبل ما ينزل بقى التحريم التبني وكلام ده كله لا حدا ما نزل ادعوهم لآبائهم هو اقصت وعند الله فدعي بعد ذلك كان يدعى الاول زايد بن محمد فدعي بعد ذلك بزايد ابن حارفة زايد ابن حارفة مولى من المولى لم يكن له قدر عند الناس العبد لما يعطقه يصبح مولى من المولى لكن بايمانه بالله سبحانه وتعالى وقرب من الله سبحانه وتعالى لما نزل بقى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان اول من اسلم من المولى زايد ابن حارفة ثم بعد ذلك بعد ان اسلم وبعد ان اصبح في ركاب المؤمنين واصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم شفاديه كان هو الصحابي الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في الكرآن الله فلما قضى زيد منها وطلا نزوج ناكها زيد بن حرفة ناوي عسان حبي يكرمه فقال نزوجه ونقضي على الفوارق الطبقية ليه فلان غني وفلان فقير وفلان وزير وفلان غفير ناوي يكره الكلام ده كله حبش الكلام ده أبدا إن أكرمكم عند الله أطقاكم فحبي يزوج زيد بن حرفة من مين بقى من واحدة بقى ليه مين بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم الكراشية الوضيئة الجميلة النسيبة التي يتمناها كل نسيب وكل وضيئ من أهل كراش اللي هي زينب بنت جحش النبي حبي يجوزه فرفضت فنزل قول المولى عز جل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا هيكون لهم الخيرة من أمريم كانوا وقفين عند الحق قلت له أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذن فقد رديته لنفسي ما رديه لي رسول الله خلاص أتجوزه اتجوزه سنة وخلال السنة كانت زينب بنت جحش ردي الله ما أرضاه كانت بتعامل زيد بن حالثة معاملة إلى حد ما فيها شيء من التعالي زينب كل شيء يروح يقول النبي عسام يقول النبي عسام يقول له اتقل لأمسك عليك زوجك واتقل لها لحد ما نزل قول المولى عز وجل سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها خلاص جاء الأمر من عند المولى عز وجل بإن زينب بنت جحش تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ودي كانت مكفأة من ربنا لزينب بنت جحش إن هي قطاعت أمر النبي عسام وجوزت واحدية مش عايزها فكانت مكفأة أنها تبقى زوجة لسيد ولد آدم وتكون أما للمؤمنين وكانت تتفاخر على كل زوجات الله وعلى سلام وتقول لهم زوجكن أهالي كن يعني كل واحدة أهلها هم اللي جوزوها أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات الله وزيد بن حارثة يكرم بإن ربنا يذكر اسم الوحد في الكرآن هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في الكرآن فلما قضى زيد بنها وطرا زوجناك أهم آخر حاجة بقى قبل أن نخش على الفاصل الأخير سيدنا زاهر رجل بسيط جدا كان ذميم الخلقة في يوم الأيام قابل النبي عز وجل قال له يا رسول الله أدمامتي تمنعني من دخول الجنة قال لا فقال يا رسول الله إني أخشى ألي أدخل الجنة يعني خاف أنه يتحرم من الجنة بسبب تلك الدمامة فإذا بالحجل صلى الله عليه يريد أن يجبر بخاطر عايز يعني إيه يكرمه ففي يوم الأيام كان زاهر ده كان بيبيع أخو ماشا في السوق وقاب بيبيع أخو ماشا في السوق فقال لي من يشتري هذا الثوب فجيه النبي رحمه غمي من وراء كده وقال ومن يشتري هذا العبد فإذا به ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن تجدوني كاسدا يا رسول الله لو حده يشتريني وأنا بدمامة خلقاتي هذه ما تلاقيش تمن لي خالص قال له رسول الله غير أنك عند الله لست بكاسد بس أنت عند ربنا غالي وفي رواية بل أنت غالي عند الله تعالوا نشوف إيه اللي بيتحط في الموازين يوم القيامة وما الذي سيوزن في ميزان الله يوم القيامة ده اللي هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير صلى الله على حبيبك تعالوا نسعون بيت الرسول ونسعد بنور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 أن حضرتك قديك شفته وحضرتك شفتي قديه أن الإنسان مقياسه مش بفلوسه ولا بمنصبه ولا بجاهه ولا بملكه ولا شهرته إنما مقياسه وقدره ومكانته عند ربنا سبحانه وتعالى بإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أطقاكم على قد ما انت عايز مكانتك عند ربنا خلوا قلوبكم موصولة بالله سبحانه وتعالى السؤال الأخير في الحلقة النهاردة يا ترى إيه اللي هتوزن يوم القيامة انت قلت في الحلقة ان ابن مسعود سيقانو الرفياء عادية هتكون يوم القيامة وده مش كلامي أنا ده كلامي اللافي طبعا صلى الله وسلم ان سيقانو هتكون أثقل من جبل أحد هو إيه اللي هتوزن في ميزان المولى عز وجل يوم القيامة يا ترى أنا اللي هتوزن ولا العمل بتاعي هو اللي هتوزن ولا الثواب العمل هو اللي هتوزن ولا الصحف بتاعتي هي اللي هتوزن تصدقوني إلا أربعة هيتوزنه حضرتك والصحيفة بتاعتك والعمل بتاعك والثواب العمل بتاعك الدليل خدي الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أما الأعمال فالمولى عز وجل يقول فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى اللي يعمل حاجة أدي كده أمونا عايشة كانت تتصدق بالعنباية يقول لها يا أمنا تتصدقي بعنباية قالت سبحانه الله كم في تلك العنبات من ذرات قالوا كثير قالت أما قال جل وعلا فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شوف المعنى الجميل والذي كنا وعسام قال لك إيه كما عندنا مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق قبلك اتقوا النار ولو بشق تمر تحتقرش أي عمل صالح أي خير أنت هويتك في الدنيا جمع حسنات عايز أجمع أكبر قدر من حسنات عايز أغرس أكبر قدر من الخير عشان أجنيه هناك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم شوف وأما من أوتي كتابه وشمالي فيقول يا ليتني لم أوتك كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القضية ما أغنى عني مالية هالك عني سلطاني أهو لا فلوس ولا ملك بينفع إنما اللي بينفعك إيمانك بالله سبحانه وتعالى إن ألقب لها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة ضراضية في جنة عالية كثوفها دانية كله واشربه هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخارية يبدأ أخذ كتابه بيمينه لأنه كان مؤمن إني ظننت فأقنت أني ملاق حسابية فاستعدت للقاء الله إنما التاني ما أغنى عني مالي هالك عني سلطاني الكل اللي شغله إيه فلوسه ملك ضعه لتنين وهو ضعه روح عشان كده بقول لك اجمع حسناتك وحاول على قد ما تقدر استغل وقتك كله النبي صلى الله عليه وسلم يكون لعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى أول حاجة العمل يوضع في الميزان تاني حاجة الصحف بتاعتك تضع في الميزان ورد في الحديث الذي روحه ترميذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله عز وجل يوم القيامة رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد خب بالك فينشر لذلك العبد تسعة وتسعين سجلا تسعة وتسعين سجل السجل كمد البصر كل السجلات دي مليانة زنوب وسيئات فيقول جل وعلا احضر وزنك ثم يخرج الحق جل وعلا له بطاقة بطاقة ضايرة مكتوبة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول العبد يا ربي كيف أحمل وزني تسعة وتسعين سجل أجيبهم إزاي وما تساوي تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات فيقول جل على احضر وزنك لا ظلم اليوم فيعينه المولى عز جل فيحمل التسعة وتسعين سجل فتوضع السجلات في كفة من الميزان وتوضع كلمة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روات المذي بسند صحيح قال فطاشة استجلات فإنه لا يفقل مع اسم الله شيء وده يوضح لنا الحديث القدسي الذي قال فيه جل وعلا كما عند التلمذي بسند حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم في بالك لو في آخر الحديث لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة يا سلام يبقى تطيشي السجلات ويذكل اسم المولى عز وجل فإنه لا يذكل مع اسم الله شيء يبقى يتوازن العمل وتوازنت الصحف ثالث حاجة ثواب العمل كما جاء في الحديث الذي هو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أي يأتي ثواب القرآن شفيعا لأصحابه كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة الله سحب يبقى أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه آخر حاجة أن الإنسان نفسه هيوضع في الميزان والدليل على ذلك قول النبي عن ابن مسعود والذي نفس بيادي لهم اللي هم رجليه في الميزان إبقى هو يتحط في الميزان لهم في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحض تعالى نشوف ميزان النبي صلى الله عليه وسلم حتي سعجيب قوي روال إمام أحمد في المسند بإسناد الحسن أن جبريل عليه السلام قال لميكائيل عليه السلام قال اجعله في كفة اجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة أخرى خب بالك بقى فوضع النبي في كفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى الألف فوقي أشفك أن يخر علي بعضهم فقال ميكائيل لجبريل أو قال جبريل لميكائيل والله لو أن أمته كلها وزينت لمال بهم خب بالك بقى يعني يعني نبيع السلام تحط في كفة كفة ميزان وألف واحد من أمته تحط في كفة خب بالك من المعنى ده فالنبيع السلام بيقول إيه كفته هو صلى الله عليه وسلم رجحت فأم إيه بتلع فوقه كده لأن كفة النبي إيه رجحت فبيل شايفهم فوقية خاف لا يقع علي تخيل فأم ميكائيل أم جبريل قال لي ميكائيل قال له لو حطت مش ألف بقى لو حطت أمته كلها لمالت ورجحت كفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعد موت النبيع السلام رجحت كفته رضي الله عنه وأرضاه وتزنت به الأمة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم لما كادت الأمة أن تفتن وإذا به يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تتزن الأمة بعمر بن خطاب لما وقف وكان حصنا حصينا للإسلام تتزن الأمة بخارد بن الوليد اللي عمل فتوحات عظيمة جدا سجلها التاريخ بسطور من النور ولم يهزم في جهالي ولا في إسلام تتزن الأمة بواحد زي أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يوم فتنة القول يوم فتنة القول بخلق الكرآن وقف وثبت وعذب وخرج من هذه الفتنة كالذهب الخالص فأصبح إمام أهل السنة والجماعة تتزن الأمة بصلاح الدين الأيوب يوم أنغاب المسجد الأقصى أكتر من تسعين سنة وكان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل صلاح الدين الأيوب يعود المسجد الأقصى مرة أخرى وإن شاء الله سيعود مرة أخرى إن شاء الله جل على السؤال اللي أنا عايز أسأله أنت وزنك إيه بقى وإنت وزنك إيه يعني عايز أقول أقربها لك أكتر أنا لو موت الأمة الإسلامية هتفقد إيه حضرتك لو موت إحنا هنفقد إيه حضرتك لو متي هنفقد إيه ده اللي أنا عايز أقول لما نرى المحاضرة ديت لو كان الإنسان اللي يقدروا اللي يقيمة عالية بموتوا بنفقد حاجات كتيرة لما مات الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عفامين فأدنى حاجات كتيرة قوي لما مات عدد من العلماء فأدنى حاجات كتيرة قوي هكذا لازم يكون لك وزن وعمر ما هيكون لك وزن إلا بتاعة ربنا وعمر ما هيكون لك وزن إلا بتاعة ربنا خلي ليك وزن خلي ليك وبصمة في الدنيا لو مش لبس حجاب بالله عليك لدبس حجاب وشوف وزنك عند ربنا هيكون ايه ولو ما بتصليش صلي وشوف وزنك عند ربنا هيبقى ايه ولو ما ببرش امك وابوك بر امك وابوك ولو لو لو وشوفوا ايه اللي ناقصكم في الطاعات واقبروا على الله شراء يكون لك وزنة عند الله سبحانه تعالى نقرأ بعض ايميلاتكم استاذ محمد عزة ياريت ما تنساش اهل غزة وسوريا من الدعاء والله ما اقدر انساهم ابدا انا انسى نفسي ولا انسى اهل سوريا والاهل غزة ابدا اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم يا رب العالمين وان يعجل بنصرهم اللهم امين اسماء حسن اضع لي بالذرية الصالحة اسأل الله ان يرزقك وان يرزق كل مشاهدين بالذرية الصالحة استاذ عبدالله لي جار سمته هو سمت السنة ولكنه يؤذيني اذية شديدة ولا يرعي حقوق الطريق ولا الجيرة فقط يهتم بالظاهرة فقط اذكر هذا الانسان اللي هو يلبس ثوب اهل السنة ومع ذلك معاملاته اخلاقياته سيئة اذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد بسندا صحيح ان الصحابة قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم فلانة امرأة تصلي وتصوم وتصوم وتقوم الليل وتصوم النهار وتفعل 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 غير انها تؤذي جيرانها قال لا خير فيها هي في النار وقالوا فلانة لا تصلي ولا تصوم الا المكتوبة يعني لا بتتلالها في قيام الليل ولا صيام النار هي دوب بتصلي الصلاة الخمسة وتصوم رمضان بس وتتصدق ببعض الاشياء البسيطة كده غير انها لا تؤذي جيرانها قال اما انها في الجنة اما انها في الجنة فالدين يا جماعة الدين المعاملة وان كان الحديث لقي صحيح لان معناه صحيح مش معناه ان انا بقى راجل ملتزم وشكلي ملتزم واسيء للناس وتعامل معهم اسوأ معاملة واقول هذا دين لهذا ليس دين بالمرة يعني الناس لا هتستفيد لمن شكلي ولا من لحيتي ولا من هيئتي وانما ستستفيد من اخلاقي ومعاملاتي وسلوكياتي هل العمل في البنوك حلال ام حرام العمل في البنك الاسلامي حلال والعمل في البنك الربوي حرام سؤال واضح جدا خيرت صالح ربنا يحفظ الشيخ محمود ويجعله دخلنا السلام والرسمين امين يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا اللي استاذ محمد اللهم احفظ اهلنا في غزة من كل مكروه وسوء امين يا رب العالمين ربنا يا رب يحفظهم ويعجل بنصرهم يا رب العالمين ايوب من المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ من فضلك ادعو لي بالمغفرة والاستقامة عن الفرائد والعبادات وبالاخص صلاة الفجر اسأل الله عز وجل ان ربنا يرزقك الهداية ويعينك على الطاعة ودائما اكثر من قول اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل انه قال يا معاذ والله اني لا احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته انا عمر 32 سنة ولم اصم لله يوما وبدون اي اعذار ولكن انا قد طبت الى الله فما العمل والله اني لم ادعى اي سبيل لا اعرف الجواب واخر امل لي انك تجاوبني لو ان الانسان فاتوا الصلوات فالعلماء لهم ثلاث اقوال فهذه المسألة انه هو مدام ما كانش بيصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل وبين الكفر تركوا الصلاة فاعتبروه كأنه لست يدعو أسنى من دلاته فهو ايه غير مسئول عن اللفات فيبتدي صلاة من دلاته ويستقيم ده رأيي والرأيي التاني بيقول لا ده الصلاة دي دين عليه ودي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيصلي مع كل فرض فرض من اللفاته خبالك ده رأيي التاني والرأيي التالت قاله واظن ده الرأيي الوسط في هذه المسألة انهم قالوا اذا كان فاته الصلاة وخبالك مثلا خمس سنين فيبتدي يصلي من النهاردة ومن قدرش نلزمه بالفاتو إلا هيطرق زي كانوا ما كانش بيصلي أصلا هنقوله كمان صلي كده ضبل اتنين ظهر واثنين عصر فقال يصلي ولكن يكثر من النوافل لان يوم القيامة المولى عز وجل يقول للملائكة اجبروا كسر الفرائد بالنوافل كما جاء في الحديث اما بالنسبة للصيام فان كان عليك الصيام مثلا منذ انبلغت السنوات طويلة فتستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت تقضيها ولو على سبيل صيام مثلا عشان تتشجع مع حبابك صيام اثنين وخميس وثلاثة ايام وتنوي بها ليس صيام النافل ولكن تنوي بها الصيام الفريدة وهنا كرؤية اخر ايضا ان ان انت ممكن ما تقضيش خلاص وتبدأ من هذا من يوم ما التزمت والله تعالى اعلم الشيخ محمود المصر السلام عليكم وعليكم والسلام عليكم وحبك في الله وزيد الله وجهك نورا ووفقك الله واجرك على هذا البرنامج المفيد ارجو ان تدعو لي بالتثبيت في الدين والتوفيق في الوظيفة الاستاذ امير عبدالقادر من الستدان اسأل الله عز وجل ان يثبتك وان يوفقك وان يرزقك الرزق الحلال اللهم امين الاخت فاطمة من المغرب ارجو منك ان تدعو لبنتي فلديها مشكلة كبيرة اسأل الله ان يفرج همها وهم المسلمين اجمعين اللهم امين رب العالمين الاخ عوض سعيد اشكرك الشيخ على هذا البرنامج الاكثر من رائع والذي يزيد فينا من محبة اهل البيت والحبيب المصطفى طبعا نحن نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب البيت النبي وحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وحب كل الصالحين في كل زمان ومكان نحبك في الله ارجو ان تدعو لنا بالهداية والذرية الصالحة ليه 8 سنوات متزاوج ولا مرزق بالذرية اسأل الله عز وجل ان يرزقك بالذرية الصالحة وكل محروم يا رب العالمين اللهم امين الاخت لبنى مسلمة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ادعو لي بالصبر لان ابي وامي لديهم مشكلهم الان في طريق الطلاق طيب خليك انت بقى اذكى من كل هذا وحاول بقدر امكان ان انت توفق بين والدك ووالدتك وان ان انت تمنع الطلاق ولكن بسلوب جميل اوي بان انت يعني تعادي معهم تحاول مثلا تعادي مع الوالد شوية تكلميه وتهديه وتحاول تعادي مع الام شوية وتهديها وبعدين تعادي مع الاثنين وترون بصراحة لو كنتم انتوا اثنين هتنفصلوا هتسيبوني فانا هيكون دي بداية ضياعي وانتوا ما تردوش ان انتوا تضياعوا الامان اللي ربنا سبها في اعناقكم اعيش معي عشان انا مش هعرف اعيش من غيركم اظن في الوقت ده حتى لو عاشوا حتى يعني يعني زي ما يقولوا كده باخف الضررين اللي هو عشان رب الولاد فانفيش مشكلة مايا احمد هل يجوز الزواج من رجل يدخن يجوز مفيش حرمانية لكن افضل لكي ان انت ما تجوزش واحد بيدخن مش عشان حاجة والله مش تحريم يعني مش بقول حرام ان احنا نجوز واحد بيدخن لكن انا اعلم كثيرا من الشكاوى اللي بتصني ان كثير من النساء بتقول انا مش هعرف عيش يعني لا اتحمل ابقى نيمة واحد بيدخن لي الساعة 2-3 بالليل لقدر اتنفس وقدر اعمل وبعضهم بيبعضهم حسيه على الصدر كفا ربنا ان شاء الله ترسوكوا بواحد مش مداخن ان شاء الله فاضل ديتين السحمة طيب يعني ان شاء الله عشان ما فاضلش غير ديتين وروقتي معاكم بيجير بسرعة نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونادعو والكل يؤمن ان شاء الله اللهم يا رحمن ورحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تخفر ظنوبنا يا رب اخفر ظنوبنا اصطر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصلاة مرورنا اللهم يا ربنا اغف اخواننا في غزة واغف اخواننا في سوريا اللهم بينهم جوع فاطعمهم حفات فحملهم عرات فاخسهم مرضى فداوين لهم دوى مرضاهم وتقبلت شهدائهم واربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم وحقن دماءهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم وحقن دماءهم اللهم لا تفد هذا المجلس المغارك إلا بذنب المغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ثبت كل بنا على الإيمان وعلى الطاعة اللهم أهدي شباب المسلمين وأهدي بنات المسلمين ونجح طلاب المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين وسد الدين عن المديونين وفرج هم المهمونين وكرب المكروبين وحزن المحزونين واجمعني وإياكم على حوض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لنشرب ابن يدي الشريفة شربة هنئة مريئة لا نظم أبعادها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله عن أبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ويا ما بيوت كخيطا كبوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة